وإلى البرصة المصرية حيث صعدت المؤشرات بختام تعاملات جلسة اليوم بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب وسجل رأس المال السوقي مستوى 688 مليار و 800 مليون جنيه وذلك وسط تدولات كلية بلغت نحو مليار و 200 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 50 من 100% ليغلق عند مستوى 10514 نقطة كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 10 من 100% ليغلق عند مستوى 1843 نقطة كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 12 من 100% ليغلق عند مستوى 2775 نقطة